خبر التالي خاص بفريق وسامة ربيع صرح أنه اليوم إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من عام 2021 سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى يونيو 2021 عبور 9763 سفينة مقابل 9546 سفينة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي يعني فيه فرق 217 سفينة بنسبة قدرها يعني في الزيادة 2.3% فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال النصف من الأول من العام الجاري بنسبة 3.8% بواقع 610.1 مليون طن خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري مقابل 587.7 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي يعني الفرق تقريبا 22.4 مليون طن أكد رئيس هيئة قناة السويس على أن عائدات القناة رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الأونة الأخيرة سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2020-2021 أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 5.84 مليار دولار مقابل 5.72 مليار دولار خلال العام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 2.2% بفارق 124.3 مليون دولار خققت عائدات القناة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021-2021 3 مليار دولار مقابل 2.76 مليار دولار خلال الفترة نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 8.6% بفارق 237 مليون دولار ترجمة نانسي قنقر